السلام عليكم ورحمة الله مرحبا بكم متابعيش هوا ترادية نتمنى تكونوا على خير وبخير يا رب قبل ما نبدأ هذا الفيديو بغيت نرحب بزف بألفين مشترك لتزيد في هاليومين كان نقول لكم ألف ألف مرحبا شكرا على اتقادي لكم في الوصفة اللي كان نقدم وكان عاود نجد الترحب بالأخوات المتتبعات الوفيات اللي معايا من أول يوم بديت القناة كان نقول لكم مرحبا بكم ومرحبا بالمتتبعين الجدود كان نتمنى نكون عند حصن ضن ديالكم ويلا دا بنبدأ الوصفة على بركة الله فرجة ممتعة سنبدأ على بركة الله عندي هنا 200 جرام ديال بيبي أو ديك الرومي مع شوية ديال مادنوس حبة ديال قرع محكوكا نصف حبة من البصل فلافل باللو الأحمر والأخضر وكذلك الأصفر حبة جزار محكوكا بالنسبة للتوابل سنحتاج هنا شوية ديال كامون كذلك الخرقوم الفلفل الأسود الملح كذلك جوش فصوص ديال التوم حكوكين سلسط السوجة من طبيعة الحال زيت الزيتون هناخد هنا مقلات نوضع فيها القليل من زيت الزيتون وكذلك البصل الفلفل الأحمر والأخضر وكذلك الأصفر والقرع والجزار وغادي ندير لهم تتبيلة ديالهم شوية ديال الفلفل الأسود نصف ملعقة صغيرة كذلك القليل من الملح القليل من التوم وسلسط السوجة دير تقريبا مع القاة صغيرة مسلسط السوجة غادي نوضع لكل فق النار حتى كيتقل لهم زيان في مقلات أخرى غادي نوضع سدر ديك الرومي وكذلك المعدنوس والتوابل شوية ديال خرقوم الفلفل الأسود والكامون وكذلك الملح وزيت الزيتون والتوم وغادي نوضع لكل فق النار حتى كيتقل لهم زيان هنا من بعد ما تقلوا الخضروات ما طيبتهم ش بزاق خليتهم شوية هكا يعني بين فيهم اللون وكذلك صدر ديك الرومي هذه فقط حشوة مقترحة ممكن أنتم تغيروا فيها يعني أو تديروا الحشوة المعتملة اللي كتجيكم زوينة مش بضرورة تديروا هال الحشوة نفسها أنا هنا غريبا نزيد واحد الإضافة وغادي ندير فيها واحد الفرماجة ممكن نديروا حتى جوجه لثلاثة غادي نخلي هاد الحشوة جانبا تبرد وندوز باش نوجد الورقة ديال البسطيلة بالنسبة للورقة ديال البسطيلة غادي نحتاج فيها واحد جوش كسان ديال دقيق الفورص غادي نحتاج للماء بارد شوية ديال الملح وكذلك غادي نحتاج زيت الزيتون هاد المرة غادي نعبر لكم الماء بالكس باش نشوفوش حال غادي ياخدوا لنا هادوش كسان ديال دقيق من الماء غادي نوضع هنا يا دقيق وكذلك غادي نزيد عليه شوية ديال الملح معلقة كبيرة من زيت المائدة نصف ملعقة كبيرة من السكر وهنا الماء غادي ندير للكاس الاول غادي نوضع غير نصف كاس ونشوف اي لا خصني الماء غادي نزيد كيف شفتوا انا هنا خصني الماء وزدت كذلك نصف كاس يعني دبع هنا عنا جوش كسان ديال الماء وباللي ما زال الخليط خاصو الماء غادي نزيد المدابة هنا عندي نصف كاس كذلك وغادي نخلط ونشوف كيف كتلاحظو معايا جوش كسان ديال دقيق دوليا جوش كسان انص ديال الماء الخليط خاصو يجيع لها تشكل كيكون خفيف شوية غادي نخلطو مزيان ممكن انكم توضعوه في الخلاط الكهربائي باش يسهل عليكم عمليات الخلاط هنا غادي ناخد واحد صفايا ونصفي هاد الخليط باش نحيدو هادو التكاتولات او الكويرات اللي كيكونو عنا في الدقيق غادي ناخد هنا فورشات كتكون علي هاد الشكل بالاحسن تستعملو هاد النوع ما تستعملوش ديال سيليكون غادي ناخد ميقلات ونوضعها مباشرة فوق النار بلاحم ممائي غير نقصو العافية بزات ما تتحرق ليكمش هنا المقلة من بعد ما تتخنت شوية من الاحسن تكون مقلة ديال الطيفال وما تكونش كتلسق وكنقومو بهاد العملية بسرعة كيف كتشوفو كنمرو الفورشات بسرعة وكتحاولو تديرو كمية يعني شوية اكتيرة في الوسط وغادي نوضعها فوق النار كيف كتلاحظو معايا حتى تبلية بدتكتتقلع شوية من جناب عاد نحيدها وانتو ما يعني واقفين انتو ما كتدورو المقلق كل مرة كتدورو هالجهة اللي كتباليكم باقى بايدا كيف كتشوفو هنا كل مرة كتدورو هالجهة باش كتطيب من جميع الجوانب وما كتتحرقش كيف ما كتلاحظو معايا هنا فالورقة بدتكتتتقلع من جناب غادي نزولها ونوضعها في واحد تبصي اللي كي يكون مدهون بالزيت وغادي ناخد شوية ديالزيت هنايا ونحاول ندهنها كنعاد هنا ينكرر نفس العملية وغادي نوضعها كذلك فوق النار حتى كتباليها يبدت كتطلع من جناب وكنزولها كتستمرو بنفس الطريقة كل ما تحيدو حبا كتدهنوها بشوية ديالزيت وكتمسحو المقلاب وحد المنديل وتعاودو كذلك الدهنوها بالخالي ديالدقيق كيف كتلاحظو معايا فهي كتزول بكل سهولة فكتجينا الورقة على هات الشكل ما كتقطعش زوينا بزاف ما تفرقوش بينها وبين اللي كتداري عني على برة كناخد هنايا الورقة وكننملأها بالحشوة كيف كتلاحظو معايا عندي هنا خالي ديال ما ودقيق وكندهن بهات طريقة وكنحاول الف طريقة العادية وغادي نوضع عم صينيالي كدخول الفرنس اخذت شوية ديالزبدة ودوبتها وغادي ندهن الوجه ديالي هات القنينضات اللي عمرت وكندخلوها للفرن خاصو ما يكونش سخون بزاف يكون معتد الحرارة باش ما يترتقوش لكم في الفرن وكتخليوهم حتى كيطيبو كتشعلو عليهم غير من التحت حتى كيطيبو عاد كتشعلو عليهم من الفوق باش يتحمرو شوية اخذت القليل من الزعتر وغادي نرشو من الفوق فقط بغايت نزين به وكذلك يعطي حتى رائحة جميلة لهالقنينطات وكان هدا هو الشكل النهائي ديال القنينطات اللي حضرنا مع بعض بالخضر وديك الروميكي جيو رائعين جدا في المنظر وكذلك في المذاق كنتمنى هذه الوصفة تكون لتإعجابكم وتجربوها وتستمتعوا بها مع أفرد أسرة ديالكم فتنساوش لعجبكم في فيديو وضعوا له واحد لايك كبيرة وخليولي الرأي ديالكم أصف الفيديو في التعليقات شكرا على المشاهدة وإلى وصفة مقبلة بإذن الله والسلام عليكم شكرا على المشاهدة